سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي راعي الحفل سمو الشيوخ أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة والسيادة أيتها السيدات والسادة أبناؤنا وإخواننا من حفظة كتاب الله أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل سبعة عشر عاماً انطلقت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم من دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واستمرت تنير سماء دولة الإمارات بتلاوات قرآنية لحفظة كتاب الله الكريم تكرمهم وتكرم الشخصيات الإسلامية التي خدمت الإسلام وانضمت إليها فعاليات وأنشطة رمضانية مباركة أخرى مثل الملتقى الرمضاني وفعالية قراء دبي التي تستضيف كبار القراء من العالم الإسلامي ويأم الناس في صلاة التراويح والقيام كما تقام فعاليات مماثلة في كل من مسجد الشيخ راشد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم رحمه الله الذي افتتح قبل شهر رمضان ومسجد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله خلال شهر رمضان مبادرته العالمية لكسوة مليون طفل حول العالم ومن قبلها دبي العطاء ونور دبي لتثبت دبي من جديد أنها ليست فقط مدينة مهرجانات تسويقية أو مهرجانات صيفية بل أيضاً هي مدينة رائدة في المهرجانات الرمضانية الإيمانية ها نحن اليوم نحتفل بختام العرس القرآني والذي استمرت أنواره تنير ليالينا طوال ثماني عشرة ليلة من ليالي شهر الخير ها نحن نصل إلى محطته الأخيرة بحفل الختام لتكريم الفائزين ولجنة التحكيم الدولية والشخصية الإسلامية الفائزة بالجائزة نستمع الآن إلى كلمة سعادة المستشار إبراهيم محمد مملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي للقرآن الكريم فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي أصحاب السمو الشيوخ أصحاب المعالي والسعادة حفلنا الكريم نحييكم أجمل تحية في هذا العرس الإيماني الفريد الذي يقام في مثل هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل حيث يلتأم فيه شمل حملة القرآن وحفظته القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم للتنافس الرائد والرائع في أجل وأشرف وأعلى وأغلى ما يكون التنافس فيه ألا وهو حفظ كتاب الله وتجويده هذه الجائزة المباركة التي انطلقت منذ سبعة عشرة عاما بمباركة من قيادة دولة الإمارات وشعبها الذين احتفوا بها أي محتفاء ووفروا لها أسباب نجاحها وتفوقها حتى غدت الأكبر والأهم والأكثر سيتا ومتابعة بين أخواتها من مسابقات القرآن الدولية لقد ولدت هذه الجائزة كبيرة وبدأت ميمونة مباركة وزادها مرور الوقت ومزيد العناية والرعاية والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما حكام الإمارات فقد زادها كل ذلك تألقا ورفعة وسموا حتى غدت مؤسسة دينية كبيرة تزخر بالأنشطة والفعاليات على مدى العام حيث بلغت فروعها 11 فرعا لقد استقبلت الجائزة هذا العام عدد تسعين متسابقا من حفظة كتاب الله ويسرت لهم سبل الراحة والاهتمام وحسن الضيافة فتنافسوا في جو إيماني أضفى مزيدا من الروحانية والتقوى والتقرب إلى الله تعالى في هذا الشهر الفضيل بأفضل ما يحبه تعالى وهو قراءة القرآن الكريم والتغني به لقد صدحت ألسنة المتسابقين بهذه الآيات النيرة تشق عنان السماء وتستمطر الرحمات وتستجرب البركات وتدفع السوء والأذى عن البلاد والعباد قيادة وشعبا بفضل ما يتلى على أرضها من هذا الكلام الرباني الذي نزل به جبريل الأمين على قلب خير البشر وأزكاهم قاطبة محمد صلى الله عليه وسلم يكفينا شرفا وعزة أن نكون ممن يسر لهؤلاء الحفظة مكان وسبيل تنافسهم فيه فتلك غاية بعيدة المنال سامقة الآمال غنية الأهداف لا يبلغها إلا من كتب له الله التوفيق والسداد وذلك ما نرجوه لصاحب السمو الشيخ محمد من راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي راعي الجائزة الذي أنشأها وسقاها بماء جوده ومكرماته ومتابعاته واهتمامه حتى كبرت شجرتها وبسقت أزهارها وفاح أريجها يعطر المدى من حولها في كل مكان حضورنا الكريم تصادف هذه الأيام ذكرى وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله هذا الرجل الميمون بإذن الله تعالى الذي خط اسمه بحروف من نور في قلوب وعقول وأرواح الناس فضلا عن حب أبناء شعبه له ذلك الحب المتدفق الذي فاق المدى وبلغ الذرى وسطر ملحمة فريدة من التعلق والهيام والترابط فرحمه الله رحمة الأبرار وكتب له الفردوس الأعلى يرفل في نعيمها وجعله مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن إولئك رفيقا اللهم آمين يطيب لنا أيها الإخوة أن نعلن أمامكم في هذا الحفل الكريم إقامة مسابقة عالمية بين مجموع الحاصلين على المراكز الأولى في كل مسابقة دولية وذلك من العام القادم إن شاء الله تعالى وندعوه تعالى أن يوصل أجر هذه المسابقة وغيرها من مسابقات الجائزة إلى روح والدنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وطيب الله ثراه حفلانا الكريم الشخصية الإسلامية للجائزة في هذه الدورة هو الدكتور ذاكر عبد الكريم نايق هندي الجنسية من واليد 1965 ميلادي وهو شخصية علمية معروفة ودعوية على المستوى العالمي وخاصة بين غير المسلمين من أصحاب الديانات الأخرى فقد تميز بأسلوبه الجذاب ودعوته بالحسنى ومناقشته العقلية من خلال النصوص والبعد عن الإثارة وبالتعصب وبقلب وعقل مفتوحين وبحب ورغبة في تبيين الحقيقة وهداية الناس إلى طريق الحق الواضح بمسوغات من النقاش المنطقي والإقناع العقلي بالحجة والبرهان والتي كان من نتائجها الملموسة دخول كثير من الباحثين عن الحقيقة في دين الله تعالى عن إيمان وقناعة حقيقية حفلاً الكريم إن وراء هذا العمل الذي تقوم به الجائزة جهدٌ كبيرٌ متوزعٌ على كثيرٌ من الجهات والأشخاص فلا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن أشكر إخواني أعضاء اللجنة المنظمة للجائزة الذين هم محوروا هذا النجاح كما أشكر رئيس لجنة التحكيم فضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر وأعضاء لجنة التحكيم معه على ما بذلوه من جهدٍ في تحكيم أعمال هذه المسابقة والشكر متوجهٌ إلى رعاة المسابقة الذين كانوا معنا منذ بدايات انطلاق هذه الجائزة ولا يزالون على أجمل ما نراه منهم من تعاونٍ ومساهمة خاصةً غرفة تجارة وصناعة دبي كما أشكر إخواني الموظفين بالجائزة الذين يبذلون أقصى جهودهم في هذا العمل كما أشكر أبناء المتطوعين الذين فيهم من صغار السن ما نعدهم لمجال التطوع عامة والشكر موصولٌ للجهات الإعلامية وللإعلاميين منهم الذين يغطون نشاطاتنا طوال العام وبالذات في هذه المسابقة وأخص بالشكر مؤسسة دبي للإعلام كما نزجي شكرنا لجمهورنا الكريم الحاضر معنا هذه الليلة والحاضر معنا في كل ليالي المسابقة فلهم منا عاطر الثناء والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو ذاكر بن عبد الكريم نايق داعية وخطيب هندي الأصل ولد الدكتور زاكر نايق في الثامنة عشر من أكتوبر لعام الف وتسعمية وخمسة وستين وتخصص في الطب البشري حائزا على بكالاريوز في الجراحة من جامعة مومبي ثم تفرغ منذ عام الف وتسعمية وثلاثة وتسعين للنشاط الدعاوي وفقه الله لحفظ كتابه القرآن الكريم عن ظهر قلب واستحضار آياته في محاضراته بأرقامها مع حفظ عدد من كتب الديانات الأخرى وهو يقتبس منها النصوص بألفاظها بسهولة في مناظراته وألقى عددا كبيرا من المحاضرات في دول غربية وشرقية وعربية وأسلم على يديه خلق كثير في مناقشاته المباشرة وعن طريق أشريطاته المسموعة والمرئية أشهد أن الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا أبده ورفوله ما شاء الله الله سبحانه وتعالى أبتبكي شكرا لكم في فبراير من عام 2009 اخترت دكتور زاكر من قبل مؤسسة الانديان اكس بريس كواحد من أكثر الشخصيات الهندية تأثيرا وفي قائمة خاصة بعشرة من القادة الروحيين الأكثر تأثيرا جاء ترتيبه في المركز الثالث أسست دكتور زاكر مؤسسة البحوث الإسلامية عام 1991 وهو رئيسها وهي مؤسسة غير هادفة للربح أتي تنضوي تحتها قناة بيس الفضائية وكابل تليفجين وموقعا للإنترنت متعدد اللغات وسائل إعلام مطبوعة أثناء على الدكتور زاكر وعلى جهوده في ميادين الدعوة عدد غير قليل من العلماء والمفكرين ومن أشهرهم أستاذه الداعية الكبير الشيخ أحمد ديدات رحمه الله وقد قال له ما فعلته يا بني في أربع سنين استغرق مني أربعين سنة لتحقيقه ولا يحتصل الدكتور زاكر على إلقاء المحاضرات بل إن له بعض المؤلفات منها الأسئلة الشايعة لغير المسلمين حول الإسلام ومفهوم الإله في الأديان الكبرى والقرآن والعلم الحديث سموه راعي الحفل حفلنا الكريم شخصيتنا الإسلامية الفائزة في جائزة الشخصية لهذه الدورة هو فضيلة الداعية الإسلامي الدكتور زاكر عبد الكريم نايق الذي نذر نفسه ووقته وماله وأسرته لخدمة الإسلام والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة وكما تابعتم فإن فضيلته يتمتع بأسلوب مقنع في الدعوة إلى الله بصاحبه قوة في الدليل والحجة أدعو فضيلة الشيخ الدكتور زاكر عبد الكريم نايق إلى المنصة لإلقاء كلمته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل وصحبه عجبين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا من من ضايل الله وعمل صالحون قولا إننم المسلمين ربشالي صدري وإصلي عمري وحل العقدة من لساني افقا وقولي عمر بالشيخ مقتوم بن محمد بن راشد المقتوم بسم الله الرحيم قبل 1434 that is C 2013 by the Dubai International Holy Quran Award under the patronage of Shaykh Muhammad bin Achid al-Maktoom all praises are due to Allah subhanahu taala alone and it's only because of his help his blessings and his mercy that whatever I could achieve little bit in the way of dawah ويأتي الكثير عدد ومضى محمد ومع ذلك ارجل الله بانه بانه لا تقالي في التعاطين في شيء يعتقد بخصي عليهم في شيء يعتقد بشكل مفيد وتعطي مفيد من ما يعتقد بشكل مفيد كل ع SPکرات لسيء على الله بانه بانه دون ب ¿يساعدة و فرح ثقافة أي شيء، ما نفعله للمساعدة أبوى يكون ممكن. وأنا أريد أن أدري بالمشاركة من أجل الممثل من مجدد في الناس في التعافي في البدار الضبورة، ومعاقشي أفضل صديقاتي، ومعاقشي بشكل دائما، ومعاقشي بيسر عبدالكريم، ومعاقشي، ومعاقشي بيسر، ومعاقشي بيسر، فارت، من أجل الممتعب في اليوم من يومي، وأنا أعتقد أنها يكونها المبسطة التي سبعة الله عنه وتعالى على مي ولقا تكون لديها محسنة لديها محسنة و также أنا أسفل وعليه بس dereم محسنة طلبة لديها وعليه بسرعة نائل والممثال لفضل والأمي من صفحة ويساعدتها ومعني مجتمع بخرفت هذا المشكلة وعليه القانون بالمست Lehram ومعني بحاجة إلى دعوة كانت الأخير الشيخ أحمد الدار هو هو المجموعة التي تنسلتني من المجموعة للحصول إلى المجموعة للحصول كانت في عام 1997 عندما أمدهما في عامي وقاله لأولاً وقالي وقاله يبقى من أصدقائي وقاله هو أساعده هو أساعده هو أساعده وقاله هو أساعده من أمام أنني أصبح أساعدتك احصور الغارات يفعل طريقه طريقًا بالحسب طريق الطريق. هم ستعرف الطريق طريق الطريق الطريق طريق طريق المرأة كبرال طريق الطريق كانت أمامه كثيراً. والعيد اعتمد من سور الداخول جزدى كفيرتنا دي ذات في الشيخ الإمارض. ولكنني أجل على ذلك سأجعني أن أتمكن بطريقة طريق الطريق طريق 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 طريق، تعلم أن تتعلم الآخ ثم فإن معي التعصر أخذ الديكيضchwال هناك لأيضا وضعه السؤال με وضعه بعد أن تخلطت أجلب محددات وحضرتena وقد انني أعطت ان أصبحت شركة ديذard أو خرص برنرد وقد انتم تفكّرش أبقر أفضل خرص برنرد كنت نعم لون شركة ديذard وألهو شركة ديذard وكانت بيتها، سيده قريبا ما إشتريهه بالمران الإسلام يأتي بشكل صلوات. والآن هو النصور الأوليان الأوليان المتحدة هي مدى الدين. يمكنه يمكنك الهدف البركة إلى البركة الهاتف، الهاتف إلى الهاتف، الهاتف إلى الهواء ولكني المسلمين يحضرون مدى الاسمع المدى الدين للدعوة. مع هذا المسيح ، سنوات سنواتذة نهاية الدولة شكرا ترجمة كتنية ومحبت أن تحصل بها نحتاج لنا على بعض حق. اليوم ، المحتاج لسلتعف بالمائنة من درم ، محبت حسناً هذا المال ، أريد أن نقدم أن نطلق من درمنا المحتاج للحق وإستعداد من هنا فين السلطة للحق لتعشيح للحق ولم يتم إحتلال المملك المسلمة إلى المجتمع أو قواته بطلق الأنزولة لنهاتف الق troدق ، تجه société's rug keep can be self-sufficient Allah subhanahu wa ta'ala أغ assignment with three good children I'm a son name is fatic is nineteen years old and two daughters Sicra and Rujda they too have supported me and I pray to Allah subhana wa ta'ala that may they continue the mission which I started and Allah has blessed my son all my three children and a hafizul quran all three know Arabic as a language I don't know Arabic as a language اللعنبو جولو cuz they speak very fluent Arabic all three are black belts in martial arts and lesson she was the youngest Grand pose multiple times more support than what has given me so that it would كما تتحقق الأعمال. للتصوير من هذه الميشنة 12 سنواتي بالتحرق فلسلما وبرجمال الإسلامية في بامباي وينقام الأعمال الإسلامية الإسلامية فيه القائمة هو أجل المنطقة على المنطقة فلسلما من أبداً نتعلم بطريقة إسرائية الإنجليزية ومعما أنهم تصلوا لقصة 5 ومعما أنهم تصلوا لقصة 9 4th and 10th Standard can translate to a great extent. They have to be black billed by the time they reach Standard 5. And the degree is from the Cambridge University. It's not a degree by any normal Indian school or a Muslim school. It's from Cambridge University, UK. And Allah blessed us. We teach the children from the age of 3 and 1 half public speaking. They're able to handle microphones at a young age. وعندما يصبح أبداً حينيجيين تقوموا لتعلمين في صديقين من أجل و الله نحن نحن بأن نحن كنا نحن باستخدام عندما نحن المدد الأولى للسلامية للغاية في عام لمدة قامة الماضية ترجمة التي أولاً من أجل الله ومع رأس من 5 مجموعة الماضية في القامة الماضية في اجتكالي في 4 مجموعة شخص من 100% ماشاء الله اشتركوا في القناة في سبب ، المنزل في عام 2015. وحن الانتجاريزة في أدليس المشاركة. وقد أحبت المدينة في سبيل المنزلات بأسكاري. وقد فأنت أمود الله سبحانه وتعالى لأنه سبحانه وتعالى سعيدتهم في مختلف الأمور. ولكن أريد أن أتكراري الشيخ محمد بن راشد ومكتوم لدى كبيرتهم أنه أجل الذي يتم بحديث هذا سبيل. لقد أعطاك بالنسبة لها أجد في المواقف العالم والدокارات والأجدية وأن أيضا لكي أشكر لنشكر الولي القرآن لكي تجعلها كل مرة أخرى ومتعبر أكثر من مُسلمين لإصالت مفاقين طورة للعالم وميساعة المسلمين إنه يبدو أن يجعل القرآن يجعله بشكل رؤية لدعوان والمتحدة الله سبحانه وتعالى ويقومино بكولise من انتور الوقت وطبل يصاضحatic قرام الفرف الناس structured thought about everybody ف sometدرшь الإنسان استدائينا عرصت للك الصوت الواجبية في الطعام وغاية التدقة في compilation حول واتفيلiment Happy ابن أجد بم lineup مزيد من التجسد وطلع بإنمان حصلت في الدورؐ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رعاه الله راعي ومؤسس الجائزة حيث تبادل سموه الحديثة مع ضيفه حول جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وخدمتها لحفظة كتاب الله وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وعدد من المسؤولين وعضاء اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ترجمة نانسي قنقر وحفظه الله بتسليم جائزة الشخصية الإسلامية لفضيلة الشيخ الدكتور زاكر بن عبد الكريم ناير نفضي قرآني عزي إيماني نفضي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني ترجمة نانسي قنقر ربي رباني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حفظه الله وراثقه سعادة المستشار إبراهيم محمد وملحة رئيس اللجنة المنظمة للجائزة إلى المنصة لبدء التكريم نبدأ بتكريم أعضاء لجنة التحكيم فضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر علي القيم رئيس لجنة التحكيم لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم ورئيس لجنة التحكيم أجمل الأصوات فضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر علي القيم إمام الحرمين سابقا وشيخ القراء بالمدينة المنورة وقد استمتعنا حقيقة بفضيلته طوال فترة تواجده في المسابقة ودعائه كل ليلة لمؤسس الجائزة ولدولة الإمارات العربية المتحدة بأن يحفظها الله من كل سوء ومكروه فجزاه الله عنا خير الجزاء فضيلة الشيخ الدكتور عامر العرابي عضو لجنة التحكيم فضيلة الشيخ الدكتور عامر العرابي عضو لجنة التحكيم فضيلة الشيخ عبد الرافع رضوان علي عضو لجنة التحكيم فضيلة الشيخ محمد راضي عضو لجنة التحكيم فضيلة الشيخ عبد الرافع رضوان علي عضو لجنة التحكيم فضيلة الشيخ محمد راضي عضو لجنة التحكيم فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى أتلة عضو لجنة التحكيم وفضيلة الشيخ علي حسن عبد الله آل علي محكم الاحتياط شكراً لأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء لجنة التحكيم ونسأل الله أن يزيهم خير الجزاء على ما قدموا من جهود خلال ليالي المسابقة شكراً لكم فضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر علي القيم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمرك ليستفيد منك حفظة كتاب الله والآن تكريم العشرة الأوائل الفائزين في الدورة السابعة سابعة عشرة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التاسع مكرر باتل وسيل من فرنسا التاسع مكرر عبدالله عريبي من الجزائر الثامن أحمد علي طاها من لبنان السابع زايد علي عمر الجابري من دولة الإمارات العربية المتحدة السادس جمال الدين الكيكي من أستراليا الخامس عمر محمد آدم قطي من السودان الرابع محمد بلو عمادة من النيجر أما المركز الثالث فقد فاز به عبدالباري رجب علي بيسيسو من ليبيا والمركز الثاني حاز عليه الحاج محمد جدة من الشاد أما بطل المسابقة القرآنية للدورة السابعة عشرة والفائز بالمركز الأول فهو عادل بن محمود بن غلام من المملكة العربية السعودية الآن أدعو الداعي الإسلامي فضيل الشيخ الدكتور زاكر بن عبد الكريم نايق الشخصية الإسلامية للدورة السابعة عشرة إلى المنصة شكرا للمشاهدة وأدعو أخواني نائب رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم إلى المنصة للسلام على سمو راعي الحفل شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي على رعايته حفلة دورة السابعة عشرة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم شكرا لكم أصحاب المعالي والسعادة والسيادة حفلا الكريم على الحضور نلتقي على خير في فعاليات إيمانية قادمة كل عام وأنتم بخير تقبل الله مننا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا